خلفت ميليشيا الحوثي مئات الألاف من الألغام في المدن اليمنية التي اضطردت تردت منها ما حصرد أرواح المدنيين وأيضا كان هناك التقليل من المزروع في مناطق مأهولة بالسكان من حركة الناس العربية رصدت معاناة مواطنين يمنيين أصيبوا بهذه الألغام هاني صفيان كان هناك حالات مدنية تعرضت للألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية بشكل عشوائي هذه الحالات كانت تسلق طريقها اليومي والمعتاد للتبضع والتسوق أحد هذه الحالات نقابل مع الأم وش اللي صار لك يا عم صار ليس وقنا السوق ورجعنا مروحي من السوق وقعد بالانفجار وقعد انفجار انفجاريش يعني انفجار لغم لغم أخذ السيارة ورفعها ماتوا معايا يمكن 15 نفر واثنين كانوا مصابهم سهل كانوا يعني يحاولون أقولوا أنا سعفوني يا أخواني قالوا يا أخي حني الله لسعوا واحد كان واحد ماسكوا واحد وأنا جلت أذكر الله سبحانه وتعالى ألغام الحوثيين لم توفر صغيرا أو كبيرا من المدنيين ورغم إصابة العديد بإصابات بالغة نتيجة انفجار هذه الألغام إلا أن ميليشيات الحوثي تمنعهم من التوجه لمناطق الشرعية لتلقي العلاج ما يريدوا مننا هذه الناس هذه الناس خارجين من ملة الإسلام خارجين من ملة الإسلام التحالف ساهم كثيرا في إنقاذ المدنيين اليمنيين من حصار الحوثيين والمستشفيات السعودية سخرت كوادرها لعلاجهم وزارة الصح السعودية سخرت خمسة مستشفيات على الشريط الحدودي للتعامل مع حالات الإصابات التي تريدها بالتنسيق مع قوات التحالف وعن طريق غرفة العمليات المشتركة لاستقبال وعلاج مثل هذه الحالات تتعمد ميليشيات الحوثي زرع الألغام في القرى والمناطق الآهلة بالسكان لمنع المدنيين من الخروج واستخدامهم دروعا بشرية هاني صفيان العربية الحدود السعودية اليمنية اشتركوا في القناة